بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبدالله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم باب من قتل في سبيل الله عبدالله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما نريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب إلا الدين رضي الله عنهما قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهده ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التجديد قال فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا قال محمد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التجديد الذي نزل قال في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعنه تعرض أنه عندما كان جميل نظر في المنزل في المسجد في المسجد في المسجد أحيان المسجد في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضاً في المدينة فهو رأيه إلى الأرض ثم رأيه و رأيه فهو رأيه سبحان الله سبحان الله ما سبحان الله ما سبحان الله محمد بن عبدالله رضي الله عنه ما نأسد نحن نقلقين ذلك ونحن نحن نحن نقلقين في المسجد في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبحان الله ما سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وعند سلامة ابن الأكوعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة أتي بجنازة ليصلى عليها فقال هل عليه من دين؟ فقالوا لا ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال قال أبو قتادة على دينه يا رسول الله فصلوا عليه رواه البخاري باب من تكفل عن ميت صلى الله عليه وسلم سلامة ابن الأكوعة رضي الله عنه نريد سلامة ابن الأكوعة لم يمجز فقالوا فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا